وضمن هذه التحولات في رسم أولويات المرحلة المقبلة اعتبر مواطنون ومسؤولون في الإدارة المحلية اشراف محافظ صلاح الدين المباشر على تنفيذ المشاريع في شرقاط اختزالاً الوقت والجهد في رفع مستوى الأداء لدى الجميع ما يسرع بخطوات العمل بعيداً عن الروتين الإداري ومحاولات كسب المزيد من الوقت على حساب حاجة الناس وأكدوا لقناة صلاح الدين الفضائية أنهم ينتظرون انفراجاً على مختلف الأصعيدة بناء على توجيهات السيد محافظ صلاح الدين اثناء زيارته إلى قضاء الشرقاط ولاحظ وجود تلكه بأعمال الشركة المنفذة لتأهيل الشرع الرئيسي لقضاء الشرقاط حيث قام بتوجيه بسحب العمل من الشركة المنفذة كونها متلكة وبطيئة وأوعز بتشكيل لجنة تسريع الأعمال تم رفع كافة التعارضات والتجاوزات والعمل مستمر بوثيرة جيدة ونشكر السيد المحافظ صلاح الدين على جهودها المبدولة ومتابعتها المستمرة للأعمال المنفذة باشرت الكوادر بإزالة العوارض التي تخص مشروع تأهيل الشرع الرئيسي في منطقة الخصوم فيما يتعلق بكافة أعمال المجاري ونابيب الماء زالت الناقل المغذي لمنطقة الخصوم واستبداله وصب مسارات أنبوب المجاري وفتحات المنهولات وكل العوارض راح تنتهي ويستمر العمل تم المباشرة بأعمال المتوقفة في حي الخصوم حسب توجيهة السيد المحافظ بسحب العمل من المقاول الشركة المنفذة لهذا المشروع وإيقافه نهائيا عن العمل وتم المباشرة حسب ما يرونه إن شاء الله بادرة خير لأهل الشرقات وأهل المنطقة